مساء الخير بهذا الفيديو الأصير كتير إن شاء الله راح يكون من أأثر الفيديوهات بهاي السلسلة اللي هو عن الرمزيات أعتقد معنى الرمزيات مفهوم لأي واحد بتابع السلسلة عن هاي تقريبا راح تكون من سادس أو سابع حلقة وواحد تقارئ اللي هو بفكري يصير يكتب شيء أدبي فأكيد الرمزيات معروف معنى هاي اللي هي باختصار شاغلة بترمز لشاغلة أكبر أو لفكرة معينة بس الفيديو هذا مش على مفهوم الرمزيات بس على شاغلة لازم نتبهلها عندما نستخدم رمزية معينة أو شاغلتين الشاغلة الأولى أحياناً الرمزية بتكون موجودة بالعمل الكاتب أصلاً مش قصد يكون حاططها المحللين أو القراء بلاحظوا هاي الشاغلة إنه هاي مثلاً شجرة معينة بترمز بس خلينا نقول لنهوض الحركة المقاومة في مكان معين أو بلد معين ممكن هو ما يكونش قصدها بس بالعادة يعني إذا كان العمل كويس بيكون قصدها أو على الأقل مش قصد كل الرمزيات ففي مقولة يعني بماما معناها بتقول إنه القارئ بيعرف عنها العمل أكتر من الكاتب طبعاً مش القارئ المفرد بس هو مجموع القراء لأنه بعض التحليلات بتكون فيها إشي طبعاً ملوش علاقة بالموضوع بس في كتير شغلات خاصة بموضوع الرمزيات بيكون منطقة كتير إنه القارئ بتشوفها والكاتب أصلاً مش قصدها هاي الشغلة الأولى الشغلة التانية اللي هي الكاتب لازم يكون مدركها إنه الرمزيات مش ضروري مش ضروري معناها ببلد يكون نفس البلد التاني مثلاً عند العرب إذا شافت واحدة بتكرهها بتقول طل عجت هاي وجهة زي البومة ليش؟ لأنه البومة بثقافتنا بالعيادة بترمز للتشاؤم والشغلات المش منيحة بس ببعض الثقافات بترمز للحكمة والشغلات الحكمة والله هي البومة حلوة يعني أنا من جهتي بحبها بس بشكل عام العرب خلص أغلبهم بيستخدموها على شغلة إنه مش منيحة وكذلك الألوان يعني إحنا بنستخدم الأسود إنه لون حوزن وهيك في ناس بيستخدموها للفرحة في ناس بيستخدموا الأصفر بالعزة الفلبين أعتقد فعشان هيك لازم نكونوا عارفين إنه بعض الرمزيات تشتغلش صح عند شعوب تانية خاصة لما تكتب شغلة بلغة تانية أو لما يترجم العمل زي فيه ده أعطي مثال من فيلم أعتقد اسمه Children of Heaven فيلم إيراني بآخر لقطة بيجيبوا السمك البردقاني هذا الصغير بالماء فأنا قلت شو يعني ما بعرفش بس وأنا وصلت لتحليل يعني عشان شوية خبرة بس اضطريت أدور عنات إنه شو يعني سمك بردقاني الصغير بالثقافة الفارسية فطلع معناها إنه الأمال وإنه الشغلات كويسة راح تيجيك فالمخرج طبعا الفيلم أعتقد الترشح لأوسكار أفضل فيلم أجنب سنة أو فاز أعتقد الترشح بس فكان مستخدمها بشكل حلو جداً خاتمة كانت حلوة للفيلم اللي هو اللطيف يعني كويس أما لو واحد ما كانش عارفها أو ما كانش فضل إنه يعرف أو يكشف معنى السمكات هذول وشو رمزيتهم ممكن راح يكون يعني نهاية الفيلم غير منططية بالنسبة له فعشان هيك من الشغلات اللي حلو الكاتب يكون يعرفها ويميزها إنه الرمزية مش ضروري ترمز لنفس الشغلة بين الثقافات حلينا نقول المختلفة خاصة لو بدك تكتب عمل مش موجود بالبلد اللي أنت منه وعارف هاي الشغلات وبنا يرجع لنفس الموضوع اللي كتير حكينا عنه هو البحث السلام عليكم